الشياطين تتآمر على عروب بن المغيرة فلا يقدرون عليه جاء في كتاب الهواتف لابن أب الدنيا عن أبي الأسمر العبدي قال خرج رجل في جوف الليل إلى وهر الكوفة بالعراق فإذا هو بشيء كهيئة العرش وإذا حوله جمع قد أحدقوا به قال فكمن الرجل ينظر عليهم إذ جاء شيء حتى جلس على ذلك العرش فقال والرجل يسمع كيف لي بعروب بن المغيرة فقام شخص من ذلك الجمع فقال أنا لك به فقال علي به الساعة قال فتوجه نحو المدينة قال فمكف مليا ثم جاء حتى وقف بين يديه فقال ليس لي إلى عروة سبيل فقال الذي على العرش ولما قال لأنه يقول كلاما حين يصبح وحين يمسي فليس إليه سبيل فتفرق ذلك الجمع وانصرف الرجل إلى منزله فلما أصبح غدا إلى الكناس واشترى جملا ثم مضى حتى أتى المدينة فلقي عروة بن المغيرة فسأله عن الكلام الذي يقوله حين يصبح وحين يمسي وقص عليه القصة فقال إني أقول حين أصبح وحين أمسي آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطابوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم ثلاث مرات والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد والله تعالى أعلى وأعلم